هذا واشهد سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم إدان أهارا بكافة الأدوار الفاعلة التي تبدلها مصر من أجل إنهاء الأزمة في السودان مؤكدا ضرورة توقف إطلاق النار في السودان وتجنب إصابة المدنيين ودعا أهارا إلى تخصيص 2 مليار دولار لسد احتياجات الأزمة الإنسانية في السودان نقدر كل الأدوار الفاعلة التي بذلتها مصر وكل الدول الأخرى التي ساهمت بشكل فعال اليوم في البداية وفقا لجدول الأعمال لا بد من وقف إطلاق النار لا يوجد أي تبرير لهذه الحرب ولكننا نتمنى أن نحقق نتائج مثمرة في هذه اللقاء وأن يكون هناك حل نهائي إن الشعب السوداني أنهيك وقد تعب ويتطلب الآن وقف إطلاق النار وندعو لتخصيص 2 مليار دولار لهذه الأزمة الإنسانية وكذلك خلال هذه المساهمات المشتركة من كافة الدول نحن نثمن هذه الجهود ولكن لن يكون لهذه التنويلات جدوى إذا لم يكن هناك مصار آمن للمساعدات الإنسانية ترجمة نانسي قنقر